في ليبيا في فاجعة شاغلة الرأي العام وهي وفاة طفل عمره أربعة سنوات والتهموا نمر القصة بتقول أنه أبو الطفل بيربي هذا النمر في مزرعته الموجودة شرق أجدابيا والصد طفل اسمه سالم منذر الصعيتي ووفق وسائل إعلام ليبيا فالنمر كان مربوط لكن الولد قرب منه زيادة فانقض عليه بوحشية وقام افترسه فالفاجعة هذه أثارت الرأي العام اللي تفاعل بشكل واسع مع الحادثة وأغلبهم لا ملاب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة الحكومة كما تحركت في عقاب الواقع وفي أقل من 24 ساعة أصدرت قرار بمنع نهائيا الاحتفاظ لحيوانات مفترسة وتربيةها في المنازل والمزارع أو الأماكن الخاصة أو تركها تتجول في الشوارع لأي سبب ويمهل القرار اللي عندهم حيوانات من هذا النوع 15 يوم لتسليم حيواناتهم للداخلية وحضرت كمان استيراد هذا النوع من الحيوانات معنا مراسل العربية من طرابلس مونير الأشهب أهلا فيك معنا مونير هل في تفاصيل إضافية عن الواقعة؟ نعم أهلا بك سارة طبعا هذه الواقعة التي حدثت في مدينة جدابيا وهي تبعد غرب مدينة بنغازي بحوالي 100 كم إلى الغرب كان أهالي أو أهل المغدور سالم الصياتي الطفل البالغ أربع سنوات في زيارة إلى أحد المزارع والاستراحات التي يجد بها هذا النمر المفترس والد الطفل قد وضع ابنه قريب جدا من النمر لتصوير ابنه مع النمر بحسب المصادر مدينة جدابيا هذا النمر كان مروضا ولم تشهد عليه أي عمليات سابقة أو هجومية نحو البشر كان مروضا وتفاجأ أهل الموجودين داخل المنطقة التي كان يوجد بها النمر بهجومه على الطفل وافتراسه بشكل وحشي ومباشر لم يتمكن أهل والد الطفل وأيضا الموجودين بقربه من إنقاذه ما بعد طر إلى قتل هذا النمر بإطلاق النار عليه بالإطلاق الرصاص عليه بشكل مباشر هذه الحديثة شكلت فارقا أو حزنا كبيرا على مدينة جدابيا وأيضا على المدن الليبية في ليبيا لدينا ما يكفينا من أسباب الموت الأخرى ونحن لست بحاجة إلى مثل هذه الأشياء الآن صح مونير بس خليني أسألك أستفسر منك مونير عن هذا الموضوع النمر ليس مملوكا للأب كما قيل وإنما هو في مزرعة يعني مملوك لشخص ثاني ولا إيش طبيعة المزرعة هذه نعم هي على أحد معارف أو أقارب والد الطفل هو من يمتلك هذا النمر يتردد عليه ناس القريبين من منزله يعني كاملية زيارة أو مشاهدة هذا النمر ولكن في المجمل هي ليست الحادثة الأولى التي تحدث في ليبيا كانت من سنتين في مدينة بنغازي أحد العمال الأفارقة المهتمين بتربية أسد في أحد المزارع كان يعمل في هذه المزرعة التهمه أيضا أسد في الفترة الماضية منذ حوالي شهرين إلى ثلاثة أشهر كان هناك فهد قد تمكن من الفرار من ملكه في مدينة تمسلاتة وانتقل إلى الغابات في تلك المنطقة ولم يتم العثور عليه إلى الآن العديد من الإشكاليات التي كانت تحدث مع الحيوانات المفترسة في ليبيا خصيصا أن تربيتها بدأت شائعة في السنوات الأخيرة كنوع من التباهي أو نوع من التباهي بين من يحبون هذه الهواية أو الرياضة إن صح التعبير يشمعون بين الحيوانات المفترسة طب ولكن قرار الحكومة الآن بعضها من يربي حتى التمسيح قرار الحكومة الآن البعض جلسين بيقولوا أنه قرار متأخر والبعض حتى بيقولوا أنه غالبا لن يلتزم بملاك هذه الحيوانات نعم الفكرة من الأساس لا يوجد قانون فعلي تشريعي يمنع تربية هذه الحيوانات المفترسة القرار جاء قرد فعل وهو ما لقي نوع من العتاب أو نوع من التفاعل السلبي على هذا القرار لأن هذا القرار كان يجب أن يعمل به منذ سنوات أو كان يصدر منذ سنوات منذ بدء انتشار هذه الظاهرة بتربية الحيوانات المفترسة وأيضا إطلاقها في الشوارع أو حتى من عبر السيارات يتم وضعها والتجول بها خلال الشوارع كان هناك يجب على الداخلية أو الأجهزة الأمنية الموجودة سواء كانت في شرق البلاد أو في غربها أن تعمل على الحد من هذه الظاهرة أو على الأقل تقننها في أماكن معينة يتم من خلال خبراء أو من خلال حدائق الحيوانات الموجودة في ليبيا هي من تعمل على ترويض هذه الحيوانات المفترسة عملية استجابة ملاك هذه الحيوانات هي عملية صعبة بحسب مفهمنا من خلال الشارع لا توجد إحصائية واضحة ولا يوجد حتى عملية التشجيل عند دخول هذه الحيوانات إلى ليبيا لا يوجد هناك عملية تشجيل أو مكان يسجل هذه الحيوانات كمنطقة يمكن الرجوع عليها أو قاعدة بيانات يمكن الذهاب إلى ملاك هذه الحيوانات ومطالبتهم بتسليمها أيضا هناك بعض الحيوانات التي تدخل عبر التهريب من جنوب ليبيا يعني الحدود الليبية الجنوبية مع تشاد أو النيجر أو حتى مع السودان في ظلمة عنه اليوم السودان من مشاكل أمنية أيضا حدود النيجر واتشاد يتم جلب هذه الحيوانات من الأدغالة الأفريقية عبورا بالسحراء وصولا إلى ليبيا أو سواء كان هنا تحدث على المدن الجنوبية أو حتى المدن الواقعة على الشمال سواء كانت في شرق ليبيا أو في غربها ولكن في المجمل هذه الظاهرة كانت مستهجنة منذ وقت كثير لدى عامة الناس خصيصا عندما يتجول أحد المربي هذه الحيوانات في الشوارع وهو يربط أسد أو يربط نمر ويتجول به داخل الشوارع يعني شهدنا العديد من حالات الفرار لسود وأيضا نمور داخل المدن المقتدى بالسكان سواء كانت في طرابلس أو مصراطة أو حتى في مدينة بنغازي في كثير من الأحيان ويتم ضبطها وإرجاعها ولكن دون وضع حل جدري لربما الحادثة الفاجعة اليوم هي من تضع خطوة أولى نحو تقليل فإنك رجعتنا للفاجعة هل تم القبض على أي شخص هل سيتم حاسبة أي شخص أو تحميله المسؤولية فيما حدث يعني بحسب ما فادني به مصدر في وزارة الداخلية في أن هناك تحقيق مفتوح في وفاة الطفل بشكل طبيعي سيكون هناك تحقيق مفتوح لمعرفة ملابسات هذه الواقعة بشكل فعلي وكامل لأن تبقى هي عملية قتل لشخص أو مواطن موجود داخل هذه المنطقة سواء كان عن طريق النمر أو حتى عن طريق أي شيء آخر فباب التحقيق مفتوح لربما الأيام القادمة ستكشف من تحمل له المسؤولية على مهاجمة هذا الطفل من خلال النمر هل هو المربي أم الوالد الذي سمح باقتراب طفله بشكل كبير إلى النمر هل هناك نية مقصودة من الأساس لقتل الطفل يعني هذه كلها تحقيقات تكون تدور لدى أجهزة الأمنية هناك تحقيق مفتوح ننتظر نتائج هذا التحقيق لربما خلال الأيام القادمة ستظهر هذه النتائج نعم بشكرك كان معنا من ترابلس مونير الأشحاب شكرا لك ترامب يتهم حارس بالتنكر لهنديتها بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر